لم تكن الأمور في تونس ينقصها أزمة سياسية جديدة تعيد التونسيين إلى وضع لا يحمد عقباه ولكن تأبى السياسة ومصالحها إلا أن تفرض واقعها على الأرض تدابير استثنائية جديدة أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد جاءت مكملة لقرار سابق أعلن في الخامس والعشرين من شاري تموز الماضي عندما قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة هشام لمشيشي على يتوله السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها فضلا عن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وترأوسه النيابة العامة إذا قرت هذه التدابير أحكاما انتقالية من دون الكشف عن ما هي هذه الأحكام وأوصت بالاستمرار بها أحزاب تونسية أعربت عن ربضها وبشدة هذه الإجراءات بل وعدتها إلغاء لدستور البلاد محذرة من تفكك الدولة إذا استمر العمل بتدابيره الاستثنائية بحسب ما أكدته حركة النهضة وحزاب أخرى والتي ذكرت أيضا أن هذا الوضع يكرس الحكم الفردي ويهدد بعودة الاستبداد إلى البلاد الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي قال إن أعلان قيس سعيد وجود أحكام انتقالية هو إعلان نهاية الدستور وهو ما يعني سقوط شرعية الرئيس نهائيا ووجوب عزله ومحاكمته على وفق قوله انعكاسات المعضلة السياسية الحالية لن تكون بعيدة عن الشارع التونسي المثقل بالأزمات ولا سيما الاقتصادية منها مع ازدياد معدلات البطالة وتراجع المستوى المعيشي للفرد التونسي وترد الوضع الصحي في البلاد بسبب جائحة كورونا وغيرها إلا أن ما يثير القلق هذه المرة بحسب مراقبين أن تداعيات الأزمة الجديدة إذا استمرت من دون التوصل إلى تسوية منطقية فستؤدي حتما إلى تعطيل مؤسسات الدولة شكرا